السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنكمل مع الفصل الثالث لمادة الجغرافية سنة الثالثة ابتدائي وهذا الفيديو الاخير تاع مادة الجغرافية سنجمع لكم كامل دروس ونشرهم لكم على شكل فيديو لكي ننتقلون للمادة الأخرى اول درس سيكون عناصر البيئة المحلية البيئة طبيعية المحلية البيئة هي الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية المختلفة نبات إنسان حيوان هذه هي البيئة ليعيش فيها كائنات حية مثل نبات إنسان حيوان حيث يستطيع هذا الكائن الحي ممارسة نشاطاته المختلفة من مكونات البيئة من مكونات البيئة من الماء الهواء التربة الحيوان المصانع المنشآت العمرانية الطرقات هذو كامل مكونات البيئة هذا بنسبة للدرس الأول تختلف وتختلف هذه العناصر من بيئة إلى أخرى وتختلف هذه العناصر من منطقة إلى أخرى تسمى منطقة فيها حاجات فيها عناصر تسمى منطقة أخرى من نلقوهاش مثلا البيئة في الريف الريف بقعة هادئة تسمى الريف بقعة هادئة ذات هوا نقي فنجد فيها مزارع واسعة مزارع واسعة التي تضم فيها أنواع من الحيوانات والنبتات الطبيعية واش نلقوه أيضا في الريف انتشار المناظر الطبيعية والزراعية نلقوه أيضا قلة التجمعات السكانية ما مكاش بزا فيها السكان والبيئة في المدينة نلقوه المدينة عبارة عن بيئة حضارية ważne عدد كبير من التجمعات السكانية متى المناظر ضيء مُنشئة إذا ما قرأوهمش ما عليش رح نخلوهم التالى متاع سنة تانية لرح ينتقلوا السنة التالتة إن شاء الله رح يسيبوهم تانيا العلاقة بين نشاط الإنسان والبيئة منذ أن خلق الإنسان وهو يعمل من أجل توفير مختلف احتياجته من خلال قيامه بأنشطة مختلفة مما يحدث أثناء سلبين على البيئة فنجد هادي أنا ما كتبتاش بش تحفظ بش يفهم برك الموضوع العلاقة بين نشاط الإنسان والبيئة هادي شغل نشرحوها له كما شرحت أدوك أنا هكا نشرحوها له وبعدها هو شغل سيحفظ غير الحاجة المهمة من مظاهر أنشطة الإنسان المضرة بالبيئة الريفية كإن إنسان يدير عفايس يضر بالبيئة الريفية نبدو بالريف وبعدها نديرو المدينة إن بعض أنشطة الإنسان في الريف تتسبب أضرارا بالبيئة الريفية مثل قطع الأشجار هذا يتحفظه الرمي العشوائي للنفايات الرعي المفرد الرعي المفرد ما يتطلقوا الكباش والغنم هذا طول النهاره ما غير يكلوا يكلوا في الحشيش هذا حتى هذه الأرض شغلتوا ليما ما تمبتش استغلال الأراضي الزراعية من مظاهر أنشطة الإنسان مذرة بالبيئة في المدينة إن بعض أنشطة الإنسان في المدينة تسبب أضرارا بالبيئة مثل كثرة استعمال السيارات التي تسبب تلوث الهواء هنا في المدينة بزاف استعمال السيارات على بيها الهواء ملوث الرمي العشوائي للنفايات النفايات يرموهم عشوائيا في الطرقات مما يشويه جمال البيئة ثالثا تلوث مياه البحر بسبب صرف قنوات الصرف الصحي في البيحر ثم يرموهم في البيحر ثم يتلوث مياه البحر الدعس الثالث اقتراح حلول لمشكل بيئي محلي كيف يمكننا القيام بأنشطة دون إحداث أضرار البيئة كيف نخدمه بصحب لا من ضرر البيئة واذا نفعله؟ اقتراح حلول لمشاكل بيئة نفعله ومساكل بيئة ويأتي سنفعله في البيئة وواذا نفعله؟ تماما من بين منع زحف العمراني واذا تعلم أن الزحف العمراني؟ يعني أمر المدينة يعني أن لن يسكنوا كامل في البيئة يسكنوا في المدينة عندما يزحفهم يعني أن يسكنوا كامل للمدينة وريفة يجعلها يجعلها مجرد ونجعل أن نصحق ممنوع البناء في المناطق الصالحة للزراعات إبعاد المحاجر الملوثة عن المناطق الزراعية والسكنية المحاجر وماليك كاريير دائما نترجمنا عربية بالفرنسية ما فهمت الشغل الزعام لكن لغة البادية عندنا المحاجر مخلت فينا ولا في فرنسا سكنتنا المحاجر المحاجر الملوثة عن المناطق الزراعية والسكنية سيطلع الغبار يحبط فوق النبتة ثم يموت الاعتماد على تناوب في المزروعات يجب أن يزرع أحد أخر يجب أن يزرع أحد أخر استخدام الأسميدة للحفاظ على خصوبة التربة يجب أن نستخدم الأسميدة لتحقق على خصوبة التربة إقتراح حلول مشاكل البيئة في المدينة من بين الحلول الاعتماد على النقل الجماعي نديروا نقل جماعي لكي يعملوا آلة وحدة تسير دخان واحد ما يكونوا في عشرة عشرة طنوبيلات يركبوا في طنوبيل وحدة نقل جماعي إنشاء فضاءات للترفيه والتسليه للعائلات إنشاء محطات لتصفية المياه فرز النفايات ورسكالاتها ورسكالاتها مثلا نرفض البلاستيك ندوه كين مصانع كين آلة تعاود الدوب وتعاود تخدمه حاجة وحدة أخرى نرمو دائما البلاستيك في الأرض نرفضه ونرحو نمدوه لشركات هذوك هذوك يعاود يرسكلوه الورق أيضا نقدروا الأوراق نقدروا نرسكلوهم التسجير إقامة أماكن لرمي القمامات نحطه أماكن نرمو فيها القمامات إن شاء الله يكون فيديو واضح ويكون يعني عجبكم يعني وتقدروا تمدوه الأولادكم شكرا لك يا سين راهو أنا عني نشرح ويا سين من الله راهو يخرب خليه معلش كي نكملوا رح نلتها به يعطيكم الصحة شكرا لكم وكملنا مادة الجغرافية وإن شاء الله راح نبدأوا مادة مدنية ولا الإسلامية والله معنا بلي وشو رح ندير فيديو قادم لأنه عني نكتب فيهم بالعقل للخيصات وراني ندير بالفيديو كل مرة فصل شكرا لكم وأستبدعكم الله الذي لا تضر ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة